تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكين لتناول تطورات أزمة قطاع غزة وتداعيتها الإقليمية وقد بحث الوزيراني الجهود المذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث أكد الوزير شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال لسيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل وفتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات وإزالة المعوقات الخاصة بدخول المساعدات بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة وشدد الوزيران على رفض إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية لسيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة كما جدد الوزير شكري التأكيد على رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وتطرق الوزيران خلال الاتصال إلى التوترات المتزايدة في المنطقة وأهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري لخطورته وآثاره السلبية على استقرار المنطقة وشعوبها